بفارغ الصبر وبعد طول انتظار لهذه اللحظة التي تعني لأسرة محمد مرشد الكثير ليتحول الحلم إلى حقيقة فيأتي الفرج لفتح باب حياة جديدة تبدأ من هنا تلك المرارة التي حاولت أسرة محمد مرشد إخفاءها لكنها عجزت عن ذلك فكادت تطير من الفرح التي كادت عيونها لا تخفيها فرح محمل بقهر الزمان وقسوة الإنسان وسنوات أخرى من وجع الخوف وشبه حاجة لم يفارق طفولتها نحن نسكن في دكان صغير لأطواق كان مسكان نرقاد ونطبخ بها كان صغير ليس كبير لا يمكننا أن نتقدر بها يعني صغير كان لا الرقدة والطبخة يعني إنه صغير كثير بس لما دخلنا هذا البيت يعني فرح ونشكر أم البرع وأم عزام نعم هي سعادة رسمتها أياد الخير عبر مبادرة رحمة بينهم في وجوه هؤلاء الأطفال وهم يستلمون منزلهم الذي سيقيهم حرارة الصيف وبرد الشتاء ما بين صدوة الألم وهمسة الأمل ظلت هذه العسرة منفية قسرة عن حياة البشر تصارع الفقر في رفقة التشرد والنزوح وغياب الأمان لسنوات لاقت مرارتها هي وصغارها جوعا وحرمانا ومصائب لا تبدأ بالنزوح ولا تنتهي بالحريق الذي ألتهم دكانها إننا اليوم سعيدا جدا بعد إن كنا نسكن في دكان صغير ذيق ثلاثة متر بعد أن قدر الله علينا أحترقت أنا وزوتي وأولادين الحمد لله رب العالمين يعني أشكر فعلنا الخير في الداخل وفي الخارج الذي تعاونوا معي ووقفوا معي ليس الفقر وحده من بصد يده على واقع أسرة محمد مرشد بل تجرد مالكي منازل الإيجار من الرحمة واجعلها تسكن دكانا صغيرة لا يتجاوز أربعة أمتار لعدم قدرتها على دفع إيجار منزل مناسب يتسع لها ويحمي صغارها من عيون الذئاب البشرية اليوم مبادرة رحمة بينهم تقوم بتسليم هذا المنزل لأسرة الأخ أبو رشيد الذي احترق منزله ليلة عيد الفطرة المبارك هذه أحد البشاريع التي قامت بها مبادرة رحمة بينهم من بين العديد من المشاريع الخيرية التي تساهم في رفع المعاناة عن المتضررين وبدأ الصغار يجوبون أرجاء المنزل والنظر إلى أمتعاتهم وأدواتهم البسيطة أما المواد الغذائية فلا تذكر ومع ذلك فرحين بما آتاهم من أهل الخير ولو أفترشوا البلاطة والتحفوا السماء فما يسعدهم أن يناموا بعيداً عن الخوف والقلق وهكذا تبعث الحياة لها أولئي من جديد